المختطفون لدى ميليشي الحوثي في سجن الأمن السياسي معاناة تزداد سوءا مع مرور الأيام وجلحا مفتوح للأهالي الذين يقفون هاجزين ولا يملكون سوى مشاركة ذويهم ذات الوجع وإيصال معاناتهم لرأي العام نحو 36 مختطفا في الأمن السياسي كشفوا لمحاميهم عبد المجيد صبرى قبل جلسة المحاكمة عن سوء معاملتهم في الفترة الأخيرة تعذيب جسادي وبدني تزايد بشكل مفرط منذ تعيين المدعو يحيا سريع بدأت جلسة المحكمة وكل هم المختطفين هو الحديث عن المعاملة المهينة داخل السجن التي قالوا إنها تنتهك كرامتهم ضرب مستمر وتقييد بالسلاسل ومصادرة كل ملابسهم الخاصة حتى الداخلية منها باستثناء بدلة السجن منع عنهم الأكل الذي كان يأتيهم من أقاربهم ومنعت الأدوية عن المرضى منهم ومن طلب العلاج لا يتأخر عليه الرد بالقول موتوا محكمة ميليشيا الحوث المتخفية بثوب العدالة لم تتفاعل مع شكاوى المعتقلين ومنشداتهم ولم تلامس قلب العدالة المزيف فتوجهوا بكلامهم إلى الحاضرين في القاعة طالب المعتقلون في قاعة المحكمة إيصال معاناتهم لكل ضمير حي ولكل منظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية للعمل على رفع معاناتهم وطالبوا بالتحقيق الفوري مع المدعو يحيى السريع وكل المشاركين معه فيما يتعرضون له المعاملة السيئة لم تقتصر على المعتقلين الذين تجري محاكمتهم فحسب بل شملت كل معتقلي الأمن السياسي رابطة أمهات المختطفين في صنعاء أطلقت نداء استغاثة لإنقاذ أبنائها وذويها الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل في سجون ميليشيا الحوثي وأوضحت الرابطة في بلاغ صحفي أنه منذ أسبوعين وعشرات المختطفين المدنيين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي في سجن الأمن السياسي بصنعاء تعت الرابطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح المحتجزين دون قيد أو شرط كما طالبت الصليب الأحمر بزيارة سجن الأمن السياسي والعمل على تمكين المختطفين من حقوقهم الإنسانية تواصل الميليشيا تعذيب وإهانة معتقلي الأمن السياسي والتنكيل بهم تمضي في انتهاكاتها وجرائمها بلا مخاوف ولا أي ضغوطات تبارس عليها من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان